ظاهرة مو حلوة الجهال عندهم مسلسات وابا السجم ودي يضربون ووفقوا حالة سصال قدامي واحد يضرب عيني هذا زين فد هاي حالة احنا نقول دول يبيعون خلي هاي الشغلة مو حلوة زين والآباء منعون اطفالهم من هاي الحالة مو يعني شغلة بيت جاهل سجموة يعني حتى ضربتها قوية جاية قدل عين فهالحالة يعني لازم تعالج ناشد جهات المختصة بهذا الشين يعني فد حالة غريبة ومزعجة ومؤذية يعني الآن قبل فترة احد الاطفال انصاب بعينه يعني هذا شنو ذنبه يعني هاي الحالم والمسدسات اللي بيصجي ممعرف ايش يعني اكو جهال اكو اطفال صغار يعني هذا شنو ذنبه ذات عور بعينه وفقد نظره من هو صغير فالناشد انه الجهات الامنية انه يراقبون هاي الامور اكو هاي العاب غير المسدس اكو هاي امور غير المسدس والشغلة الثانية يعني شغلة الاطلاقات النارية يعني تسبب ازعاج للناس ازعاج للمرة ازعاج للأهالي وخاصة نحن في منطقة شعبية ومثل ما نشوف اللي بيوت يعني كنها متقاربة على بعض وهاي الامور يعني نرجو انه التجنب عنها او عدم استيرادها كذا امور من الاسلحة والله استوى واحد مننا استكسرنا لانواحي استوى مننا نظره بعينه وهذه الموجودات بكثرة بالسود ونحن نقول له الاسواق بعد اللي جئوا من عنده ايسا واحد نضربه بعينه هنا عينه استوى لعملية واسا كسروا استكسرنا احنا كسرنا لانا ايسا واحد بنات عوار بالسجن ماتة عمو وهي المشكلة بيه موجودات بكثرة بالسوق ونحن نشوف بالتلفزيون انجن جبن منعدهم وننعبيهن فحنا ايسا واحد ضربة كانت يجيب عينه احنا شلنا وكسرنا احنا شلنا وكسرنا